هجمات روسية جديدة بالطائرات المسيرة على عدة مناطق في أوكرانيا حيث أعلنت وزارة الطاقة هناك في بيان على تطبيق تيليجرام الاثنين إن القوات الروسية هاجمت منشآت للطاقة في سبع مناطق خلال 24 ساعة من جانبها قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت ستة طائرات مسيرة وصاروخين من أصل ثماني مسيرات وثلاثة صواريخ أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية وفي تطور لافت لسير المعارك قالت السلطات في رومانيا ولاتفيا إنهما تحققان في سقوط طائرات روسية مسيرة بعد اختراقها لمجالهما الجوي وزارة الدفاع الرومانية قالت إن نظام مراقبة الرادار حدد وتتبع مسار طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي الوطني ثم خرجت باتجاه أوكرانيا وأرسلت رومانيا طائرتين مقاتلتين من طراز F-16 لمراقبة الهجوم وتشترك رومانيا في حدود تمتد لمسافة 650 كم مع أوكرانيا وشهدت أراضيها مراراً على مدى العام المنصرم سقوط شضايا من طائرات روسية مسيرة وفي لاتفيا التي تحد كلاً من روسيا وحليفتها بيلاروسيا قال الرئيس إدغار رينكي فيديج في منشور على منصة X إن حكومته تسعى إلى رد مشترك من حلف الأطلسي مضيفاً بأنه هناك تحقيق مستمر نائب الأمين العام لحلف الأطلسي ميريتشيا جيوانا ندد بتلك الحوادث ووصفها بأنها غير مسؤولة وتنطوي على مخاطر لكنه قال إنه لا يوجد ما يشير إلى هجوم متعمد على الدولتين العضوين بالحلف بدوره قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن اختراق الطائرات الروسية المسيرة يمثل تذكيراً صارخاً بأن الأعمال العدوانية الروسية تمتد إلى ما هو أبعد من أوكرانيا ودعا حلفاء بلاده لتقديم أقصى قدر ممكن من الدعم خلال هذا الصراع